بسم الله الرحمن الرحيم. عزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي. اهلا وسهلا بكم. موعدنا اليوم مع حل اسئلة ومسائل على توصيل المقاومات الكهربائية. اه اول سؤال اللي هو مهم جدا وبتكرر كتير في الامتحانات اللي هو المقارنة بين التوصيل على التوالي وعلى التوازي. اه اول وجه من اوجه المقارنة اللي هو طريقة التوصيل. فحنا كنا اخدنا الرسم ده قبل كده. ان احنا بنوصل المقاومات على التوالي بحيث ان كل المقاومة تبقى متصلة باميتر عشان لو قولنا ار واحد يبقى اميتر باس اي واحد اللي هو اي وان وكذلك برضو فلتاميتر بي 1. بعد كده لو ار اتنين هيبقى محاها برضو اي��تيار ايتو وبييس الطيار اي اي تو وفلتاميتر في تو. والمقاومة ار سري برضو بيبقى محاها فلتاميتر في سري وبيبقى محاها اميتر ايسري. بعد كده بيبقى عندنا فلتاميتر كبير بيئس فرق الجهد الكلي ويبقى عندنا اميتر كبير بيئس الطيار الكلي وبعدين مفتاح وبعد كده بيبقى فيه البطارية وكده بنبقى قفلنا على الدائرة ده في حالة التواصيل على التوالي في حالة التواصيل على التوازي بتبقى مقاومة ومعاها اميتر ومعاها فلتاميتر وبعدين مقاومة كمان معاها برضو اميتر وفلتاميتر وبعدين مقاومة كمان معها اميتر برضو وفلتاميتر يبقى كده لو احنا سمينا كده وسمينا المقاومة دي ار وان يبقى اي وان وفي وان ونكمل الافرع بالشكل ده هيبقى ار تو ار تو و اي تو و في تو ونكمل برضو ناحية دي كده وهيبقى عندي برضو ار سري ومعايا اي سري وفي سري ونقفل الدايرة وهيبقى عندنا هنا الكبير بيئيس الطائر الكلي وعندنا فلتاميتر كبير بيئيس الفولت الكلي فرق الجهد الكلي وبعدين بنوصل بمفتاح وبعدين نوصل بايه ببطري اذا احنا افعلنا الدايرة بقيلنا دلوقتي الغرض من التوصيل على التوالي في التوصيل على التوالي الغرض منه الحصول على مقاومة كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة اما الغرض في التوصيل على التوازي الحصول على مقاومة صغيرة الفصول على مقاومة صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة. من مجموعة مقاومات كبيرة. نيجي عند شدة الطيار. شدة الطيار في التوصيل على التوالي مش بتتجزأ. عشان كده الطيار لكل الامتر الكبير بيقسل نفس الطيار بتاع اي وان و اي تو واسري. فعشان كده بنقول ان اي الكلي بيساوي اي وان بيساوي اي تو بيساوي اي سري. آآ بالنسبة لشدة الطيار عند التوصيل على التوازي بيتجزق عند نقطة التفرع زي كده. فبيبقى الطيار آآ الكبير الا متر الكبير او اللي بيقيس الطيار الكلي بيقيس مجموع وآي وآي سري. عشان كده الاي الكبير بيساوي اي بلاس اي تو بلاس اي سري. آآ نيجي عند فرق الجهد. جايب ان هو متساوي عند جميع اطراف المقاومات. اما فرق الجهد عند التوصيل على التوالي فهيبقى الفلتمتر الكبير بيقاس مجموع الفلتمترات على المقاومات عشان كده الفي كبيرة بيساوي زائد في تو زائد في سري. اه نيجي عند المقاومة المكافأة. في حالة التوصيل على التوالي ار داش بتساوي ار وان زائد ار تو زائد ار سري. اه انما اه ده لو كان او المقاومات مختلفة يبقى ده في حالة اختلاف قيم المقاومات. قيم المقاومات. اما ازا كانت المقاومات متساوية في حالة تساوي قيم المقاومات بتبقى ار داش بتساوي ان في قيمة ار منهم. ار واحدة. اه في حالة التوصيل على التوازي المقاومة المكافأة هتبقى واحد على ار داش بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار تو زائد واحد على ار سري. ده لما يكون اختلاف قيم المقاومات. ده برضو في حالة القيم المختلفة. اما في حالة تساوي قيم المقاومات بتبقى ار داش بتساوي مقاومة واحدة منهم بس على عددهم. كده يبقى خلصة المقارنة بين التوصيل على التوالي وعلى التوازي. اه في حالات ان احنا بنهمل فيها المقاومة. يعني في مقاومات بتبقى متوصلة بس احنا بنهملها. طب امتى بيحصل كده? بيحصل لما يكون عندي اه مسلا مجموعة من المقاومات متوصلة كده. ومجموعة المقاومات دي بيبقى عندنا فيه مدخل وما خرج للطيار. ولا يكون كده وكده. فلو كان انا عندي مقاومة بين النقطتين. مسلا لو كانت النقطة دي ايه والنقطة دي بي. وهقول النقطة دي مسلا سي والنقطة دي. ففي مقاومة بتبقى متوصلة بين النقطة سي ودي. عندي الطيار لما بييجي هنا بيتوزع على المقاومة دي والمقاومة دي. وبعدين بيكمل على المقاومة هنا وهنا. إمتى نلغي المقاومة اللي بين السي والدي لما يكون فرق الجهد بين النقطة سي والنقطة دي بيساوي سفر طب إمتى فرق الجهد هنا يساوي سفر برضه لما تكون المقاومة هنا بتساوي المقاومة هنا أو هنا بتساوي هنا يعني إيه؟ يعني النسب بين R و R في الناحية دي بيساوي النسبة بين R و R في الناحية دي أو قيامهم متساوي يبقى في الحالة دي فرق الجهد بين النقطة سي والنقطة دي هيساوي سفر عشان كده المقاومة اللي في النص في الحالة دي بتتلغي حاجة كمان لما تبقى المقاومة موجودة ومتوصلة وبين طرفيها سلك مهمة للمقاومة يبقى في الحالة دي الطيار لو دخل من احد الطرفين هيسلك في طريق السلك اللي مهمة للمقاومة عشان مقاومته صغيرة وبعدين يخرج للخارج يبقى في الحالة دي برضو المقاومة دي خلاص اهملت او ما بتتحسبش في المقاومات يبقى فيه اما فرق الجهد بيساوي صفر وامت فرق الجهد يساوي صفر في حالتين اما ان المقاومات هنا متساوية او النسب بينهم متساوية يعني لو فرض ان هنا دي خمسة وهنا دي عشرة او دي مثلا اربعة وهنا ثمانية يبقى الاربعة والثمانية دون النسبة بينهم نص والخمسة والعشرة النسبة بينهم نص النسب متساوية او القيم متساوية يبقى في الحالة دي المقاومة ده هتتلغي فحالة كمان لما يبقى السلك مهمة للمقاومة ومتوصل بين طرفي المقاومة دي فالمقاومة دي مهملة الايه المهملة وما بنحسبهاش مع مقاومات الدايرة الحاجة الثانية أو المسألة اللي معانا دلوقتي عبارة عن شكل كده زي شكل المعين ومتوصلة بمصدر للطيار الكهربي بالشكل ده وعندي اربع مقاومات اهوم الاربع دول كل واحدة منهم لها قيمة الطيار اللي دخل من هنا اي وبعدين هنا اي وان وهنا النقطة اكس وهنا النقطة اي وهنا تو ار والمقاومة دي ار بس والمقاومة دي اربعة ار وهنا اي تو وهنا تمانية ار وبعدين الطيار بيخرج من هنا من النقطة بي في المسألة بيقول في الشكل الشكل المقابل تكون قيمة فرق الجهد بين النقطتين اكس وواي يساوي نقطة الاختيار الاول صفر الاختيار التاني تلاتة اي ار الاختيار التالت اللي هو نمراجين ستة اي ار الاختيار الرابع اللي هو نمرادال اي اربس هلاقي هنا اتنين ار على تمانية ار النسبة بينهم ربع وهنا ار على اربعة ار يعني معنى كده برضو النسبة بينهم هنا ربع يبقى معنى كده هو عايز فرق الجهد بين النقطة اكس وواي فرق الجهد هنا بيسوي سفر لان النسبتين دول متساويتين هنا بيسوي ربع وهنا بيسوي ربع يبقى معنى كده انا اختار الاجابة رقم الف المسألة التانية برضو شكل مسلس كده والطيار دخل من هنا عندنا مقاومة هنا مقاومة هنا كمن واحدة تاني وهنا وبعدين هنا في مقاومة الشكل ده وبيقول في السؤال في الشكل المقابل في الشكل المقابل اذا كانت اذا كانت قيمة كل مقاومة كل مقاومة قيمتها ار فان قيمة المقاومة المكافأة المكافأة للمجموعة تساوي نقط الف الاختيار الاول ستة ار الاختيار التاني تلاتة ار اتنين رجلين ار على اتنين او نص ار الاختيار الرابع اللي هو ار على ستة الحل احنا علشان نحل في الجزئية دي هنتصرف ازاي هنبص كده على الطيار داخل هيلائي نقطة التفرع هنا فهيدخل جزء منه في ار دي وجزء منه في الحتة دي وجزء منه في الفرع التالت بس لما يجي يطلع عنده نقطة التفرع دي هيلائي عنده طريقين اما انه يمشي في السكة دي او يمشي هنا وهنا بس لما هنيجي نشوف هنلاقي هنا ار وهنا ار معنى كده ان الجزء ده متساويين دي ار ودي ار وهنا برضو هنا ار وهنا ار معنى كده ان دول كمان متساويين واحنا كنا لسه قايلين لما تبقى قيم المقاومات متساوية او لما تبقى نسبهم متساوية يبقى كده المقاومة دي هتتلغي هجح سبقها هيبقى عندي اي دي ار و ار زائد ار دول توالي و ار زائد ار هنا كمان توالي يبقى هنا فرع فيه اتنين R وفرع فيه اتنين R ودولت الفرعين توازن مع بعض يبقى لما نقول هنا R توتل بتاعتهم بتاعت التوازي هتبقى بتساوي اتنين R اللي قيمت واحدة منهم على عددهم يعني دي بتساوي R لكن هلاقي كأننا شلت بقى كل الكلام ده وحطت واحدة جديدة هنا قيمتها R برضو مع ال R الاولانية يبقى معنا كده R توتل بتاعتنا هتبقى بتساوي R على اتنين يبقى معنا كده احنا نختار الميم راجين اللي هي R على اتنين المسألة اللي بعدها مسألة بيقول انه معايا بطارية البطارية دي 180 فولت الكمية بتاعتها 180 فولت وبعدين البطارية دي متوصلة مع مجموعة من المقاومات بالشكل ده وبعدين هنا في كمان كده ده مكمل ايو كده هو طيب هنشوف بقى كده في ايه انا عندي مقاومة هنا دي مقدارها تسعين وفي مقاومة هنا خمسة واربعين ومقاومة هنا كمان تسعين ومقاومة كمان هنا مية ومقاومة هنا خمسين ومقاومة تاني خمسين وبعدين هنا مية وهنا خمسين خمسين وبعدين هنا مية تلاتة ستة سبعة تمانية تسعة تمام السؤال بقى بيقول في الدائرة المقابلة في الدائرة الكهربية الموضحة تكون شدة الطيار المار عبر المقاومة خمسة واربعين يساوي نقط الاختيارات بقى جايب الف اتنين امبير وجايب به اتنين ونص امبير ونمرجيم جايب اربعة امبير واخر واحدة اخر اجابة نمردال خمسة امبير وعلينا نشوف هنحل ونطلع الناتج بكامل اه اول حاجة احنا عندنا طريقتين نحل بيهم الشكل ده فلو قلنا ان انا عند الطريقة الاولى هبعد خالص عن البطارية ابعد نقطة عن البطارية هلاقيها دي وهقف عندها الاقي اه اه لو اعتبرت ان ده زي الزرار بدوس عليه كده بيلاقي لي طريقين بس ماشي فيهم الطيار عشان كده يبقى ده توالي يبقى الخمسين والخمسين دي توالي فهما الاتنين مجموحهم مع بعدها يبقى مية يبقى كاين جبتوا مقاومة وصلتها مع المقاومة دي ودي مقدارها مية المية مع المية دول توازي يبقى الناتج بتاعهم خمسين وانا عندي مية ومية هنا برضو توالي اهو يبقى الناتج بتاعهم متين المتين دي انا كاين وصلتها توازي مع الخمسين اللي هنا وبعدين هجيب الناتج بتاعهم يبقى كده انا عندي الخمسين دي مع المتين هتطلع عندي لو قرداش بتاعتهم اللي هي توازي الناحية دي او الفرع ده ده هيساوي متين في خمسين على متين زائد خمسين يعني متين وخمسين وده هيساوي اربعين او الناحية التانية هيبقى عندي ار برضو داش ده رقم واحد توازي وده رقم اتنين توازي هلاقي عندي مية على عددهم يعني على اتنين دي هتساوي خمسين كاني المقاومتين دول اتوصلوا واحدة اربعين واحدة خمسين مع بعض كانهم متوصلين توازي مع المقاومة تسعين دي يبقى كده في تسعين هنا كمان يبقى التوتل بتاعتهم هتبقى تسعين على اتنين يبقى معنا كده انا عندي ار تلاتة توازي دي هتساوي كام هتساوي برضو واحدة على عددهم اللي هي تسعين على اتنين هتساوي خمسة واربعين الخمسة واربعين دي كأنها توالي مع الخمسة واربعين اللي هنا دي فخمسة واربعين وخمسة واربعين تبقى تسعين يعني كأن انا عملت مقاومة توازي هنا مع التسعين اسمها تسعين برضو. يبقى الناتج بتاحهم هيبقى خمسة واربعين. يبقى كده المقاومة الكلية بتاع الدايرة دي كلها هتبقى خمسة واربعين قوم. يبقى كده هقول في الحالة دي بتساوي خمسة واربعين زائد خمسة واربعين. وبعدين هقول تبقى تسعين وقسمها على عددها. يبقى بيساوي كم? بيساوي خمسة واربعين برضو. يبقى دي بتاعت الايه? بتاعت الدايرة كلها. طيب هو عايز شدة الطيار مش عايز المقاومة. هقول طيب انا عندي شدة الطيار الكلي في الحالة دي هيسوي فيل كل على ار الكلي. اللي هي ار داش. الفيل كلي مية وتمانين. على ار الكلي اللي هي خمسة واربعين. معنى كده الناتج هنا هيبقى بيساوي اربعة امبير. لما يجي الطيار بيطلع من البطارية بالشكل ده. ويكمل على اول نقطة التفرع هنا. هيلاقي هنا مقابله تسعين وهنا مقابله تسعين. يبقى معنى كده هو هيعمل ايه? هو هيتجزأ نصفين. يعني هو هنا جاي اربعة امبير. هيدخل اتنين امبير في الخمسة واربعين. واتنين امبير في التسعين اللي هي في الجنب ده. هو عايز المقاومة خمسة واربعين. هيبقى فيها طيار كام? هنقول له اتنين امبير. ودي طريقة. الطريقة التانية ان احنا ممكن نحلها بطريقة نقاط فرق الجهد. هنعمل ايه? هنبدأ نشوف اول نقطة مرة عليها الطيار. وهنقول عليها النقطة دي رقم واحد. يبقى دي النقطة رقم واحد. بعد كده هاخد النقطة اللي بعدها رقم اتنين. بعدين النقطة رقم تلاتة. والنقطة رقم اربعة. وبعدين النقطة رقم خمسة. واخر النقطة اللي هي عند مدخل البطارية التاني هتبقى اسمها رقم ستة. وبعدين هابدى اخد النقاط دي هنا. واولة دي النقطة واحد. النقطة اتنين. النقطة ثلاثة. النقطة اربعة. النقطة خمسة. والنقطة ستة. ودي على اخر البطارية من المدخل وده من المخرج. اه احنا كده عملنا ايه? اخدنا اكبر طريق ليمر بيه اكبر عدد من المقاومات. والطريق دوت في اكبر عدد من المقاومات وفي نفس الوقت كلما نعدي على مقاومة منزود الارقام عندنا رقم. يعني اول نقطة التفرع عندنا لها الرقم واحد. بعد ما مر على مقاومة وقابل اول نقطة التفرع سميناها رقم اتنين. النقطة اللي بعديها على طول. بعد ما مر على مقاومة بقت تلاتة. لان المقاومة بتستهلك جهد من الطيار. عشان كده احنا بنزود الرقم انه نزوده واحد. والتلاتة مرت على مقاومة بقت اربعة. والاربعة مرة على مقاومة بقى خمسة. والخمسة مرة على مقاومة بقى ستة وهكزا. نجي نشوف بقى هو بين الواحد والاتنين. المقاومة النقطة واحد والنقطة اتنين. بينها مقاومة مقدارها كان خمسة واربعين. يبقى كده في خمسة واربعين اوم هنا. وبين اتنين وثلاثة في مقاومة خمسين اوم. وبين تلاتة واربعة في برضو مقاومة خمسين اوم. وبين اربعة وخمسة في مقاومة ميت اوم. وبين خمسة وستة مقاومة ميت اوم كمان. وكده خرجنا لبره لغاية البطاريلي. نجي نشوف ايه هي المقاومات اللي ما اخدنا هاش? هنلاقي في مقاومة من اتنين لستة. يبقى جيب قد رقم ستة اهو. وقادي رقم 2 هنا قادي رقم 2 وقادي رقم 6 المقاومة اللي عندهم مقدرها كام؟ مقدرها 90 قوم يبقى فيه مقاومة هنا مقدرها 90 بعد كده فيه من 2 إلى 4 قادي 2 وقادي 4 قطة 2 والنقطة 4 المقاومة اللي من 2 إلى 4 مقدرها كام؟ مقدرها 100 قوم يبقى دي المقاومة اللي عند 2 إلى 4 بعد كده فيه من 4 إلى 6 قادي من 4 إلى 6 المقاومة اللي فيها مقدرها كام؟ مقدرها 50 قوم يبقى كده في خمسين بعد كده هيبقى عندنا من واحد لستة آخر حاجة من واحد لستة دي مقاومة مقدارها تسعين قوم مقاومة مقدارها تسعين قوم كده يبقى احنا حسبنا كل المقاومات وعشان نتأكد نعدهم تاني المفروض انا عندي تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى انا كده عدت كل المقاومات بعد كده هبدأ اجيب المحصلة بتاعتهم هلاقي عندي عندي مقاومتين مية ومية بين طرفي مقاومة خمسين يبقى معنا كده التوتل بتاعتهم هنا هيبقى متين في خمسين على متين زائد خمسين اللي هي متين وخمسين متين وخمسين يبقى النتج بتاعتهم هنا هيبقى اربعين قوم ده بتاع الجزئية دي بس كده هاجي من ناحية التانية خمسين وخمسين دول توالي يبقوا بمية مع المية دي يبقى النتج بتاع الجنب ده بقى خمسين بس اللي هي مية على اتنين بعد كده هبصة لاقي الخمسين والاربعين دول عبارة عن تسعين عشان هم تولي مع بعض اربعين زائد خمسين ومعاهم بينا طرفي تسعين تاني توازي مع التسعين دي يبقى تسعين وتسعين يبقى كنا واحدة منهم على عددهم يبقى تسعين على اثنين يبقى كده خمسة واربعين يبقى كل ده شلناه وحطينا مقاومة خمسة واربعين المقاومة خمسة واربعين دي هتبقى تولي مع الخمسة واربعين دي يبقى معنا كده هتبقى تسعين مع التسعين اللي هنا برضو واحدة على عددهم هيطلع الناتج خمسة واربعين ايه خمسة واربعين اوم يعني نفس الكلام اللي احنا كتبناه قبل كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته